شكرا جزيلا لزميلنا ليث. لن نتعد كثيرا عن أجواء الرياضة. نبقى في هذه الأجواء التي لن نختلف بالتأكيد على دورها في التصدي للعديد من المشكلات الصحية وتحسينها. الرياضة تحسن مثلا ضغط الدم المرتفع والسكر والتهاب المفاصل وغيرها من الأمور. لكن الرياضة كذلك أثبتت دورها في العلاج النفسي. مثل علاج الاضطرابات المتعلقة بالاكتئاب والتوتر. حيث تساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقلل الشعور بالقلق. وتتعدد الرياضة وتختلف أشكالها. فمنها الفردي ومنها الجماعي. وتطورت لتلعب دورا اجتماعيا. فصارت الفرق الرياضية رمزا وطنيا تتحرك له القلوب. وتتنافس لنجاحاته الشعوب. ولكن روح التنافس هذه قد تتخذ منحا مغايرا لتخلق ظاهرة التعصب الرياضي. الذي بات في بعض الأحيان خطرا يهدد عشاق الرياضة. إذن للمزيد عن فوائد الرياضة النفسية. وللوقوف كذلك على ظاهرة التعصب الرياضي. يسعدنا أن تنظم إلينا في ألوستوديو. الدكتورة جيهان مرابط المختصة في علم النفس السريري والإرشاد النفسي. بجامعة أميتي في دبي. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة. نحن في أجواء المونديال وكأس العالم. والرياضة حديث الجميع. لا سيما كرة القدم طبعا. كيف تساعد اليوم الرياضة على النمو الجسدي والنفسي كذلك عند الإنسان؟ هاي في دراسات كثيرة عملت وأثبتت الكلام هاي. أن الرياضة بتساعد على النمو الجسدي والنفسي. كيف الجسدي؟ أنه بتساعد على تكوين الكتلة العضلية اللازمة. بتساعد على تقوية العظام. فبتحمي منها شاشة العظام في الكهول. يعني عم تحمي. بتخلي الدم يصير في الجسم بطريقة مناسبة. فبتحمي كمان من الأمراض. ومن التراكمات اللي ممكن تصير على الجسد. لما بيصير قاعد من غير حركة. هلا الجانب النفسي كمان كتير مهم. أثبتت الدراسة أنه الجسم الرياضة فيه في جسم مرن. احنا بنحكي عن الجسم المرن. بس بدنا نحكي كمان عن العقل المرن. شو هو العقل المرن؟ الرياضة أثبتت أنه هي بتساعد شخص أول شي على أنه يكون متفتح. على أنه يكون عنده نظرة مختلفة للأمور. أنه تنشط ذاكرته. بتخليه يكون متحفز. يعني تحفيز إيجابي أكتر للحياة. يكون لما بتحصل له مشكلة. بحاول أنه يتطلع فيها من كل الجوانب بطريقة عقل رياضي نوعا ما. لو فشل بتعلموا أنه الفشل ما هو إلا مرحلة. ما أنه نهاية. فبنتعلم أنه الفشل هو يعني part of the process نوعا ما. جزء من العملية كلها. بالضبط. بالضبط. تقول شكرا. فهي الفكرة هون كتير مهمة. أنه كمان الرياضة بتخلينا نحسن من مزاجنا. المزاج طبعا ما بيصير كتير سيء. أي نعم بنصير مثلا حيانا متضايقين. مننا مرتاحين. نطلع ونتمشى ونحس حالنا أحسن. تحسين فجائي وفوري للنفسية والمزاج. لماذا بقى؟ وهون يلتأ الجسد والعقل. لأنه فيه هرمون الإندورفين اللي هي بتفرز. وقت ما نعمل رياضة هي هي بتساعد على تحسين المزاج. على الذاكرة وعلى أن ناخذ قرارات أحسن في حياتنا. إذن فوائد كثيرة يا جيهان. يعني يطول حديث عنها تنعكس على نفسية الإنسان من الرياضة. لكن نعينا نقف الآن عند ظاهرة تعصب في الرياضة وخصوصا عندها تشجيع فريق معين في ناس متعصبين جدا. يعني كيف هي يفسر علم النفس هذه الظاهرة؟ يعني شو تفسيرها وكيف نحد منها؟ طيب العنف في الرياضة هي ظاهرة صارت كثير من الدولة. هلأ خصوصا في التجمعات. يعني بنشوف العنف بيظهر أكثر في التجمعات. ليش لما بيكون فيه تجمعات بيصير الشخص يحس حاله أنه هو ما حدا ممكن يتعرف عليه ضمن المجموعة. أنه فيه يخرق القانون أو فيه يخلي مجال لغرائزه العنيفة أنه تطلع من غير ما حدا يعرف أنه هو أو يشير عليه بإصبعه. فشو بيكسير؟ بيشير كأنه في حالة تنويم مغناطيسي أخلاقي. هيك أنا بسميها تنويم مغناطيسي أخلاقي. فكلنا عندنا عنف كلنا بدنا نطلع العنف لجواتنا. فيه ناس بتطلعوا بطريقة إيجابية بتوافق عليها المجتمع كالرياضة مثلا البوكس أو شيء مثل هيك. بس فيه ناس تانية عندها كبت عندها مشاكل سواء كانت اجتماعية عائلية شخصية سياسية من المتكون عندهم في الحياة. فلما تصير هذه التجمعات يصير للأسف فيه إمكانية لإلمهم أنه يطلعوا هذا العنف. يعني جيهان العنف اللي عم تحدثي عليه قد يحدث أثناء المباريات والتشجيع هو متعلق مباشرة بالتعصب الرياضي؟ أو العكس تعصب متعلق بالعنف المكبوت؟ مع بعضهم. هم بيغذوا بعضهم. فاكرة الحصة اللي فاتت حكينا على الانتماء للوطن. كمان فيه انتماء لهذا الفريق اللي هو بيمثل وطني. فأنا لما هذا الفريق يخذلني أو ما ينجح. للأسف فيه ناس كتير بتأخذها بطريقة شخصية كتير. إنه أنا وطني خذلني. وهذا بيكون كمان متزاما أحيانا مع بعض الضغوط الحياتية. فبيصير الشخص يصب غضبه كتير على هذول اللاعبين. طب جيهان هيك باختصار جدا كثيرة. يعني بكلمتين. كيف ممكن أن نحد يعني نصيحتك. كيف ممكن أن نحدن هذه الظاهرة؟ توعية إعلامية رول موديلينك لازم يكون قدوة لأطفالنا منهم صغار. نعلموهم القواعد. نعلموهم الضوابط. نعلموهم أنه يحترموا الآخر. والآخر يحترمون. وأنه لما أنا بدي شيء بدي أقبل الفشل. لما بيقبل الفشل بيقبل النجاح. وبكون عقلي رياضي وبكون فير بلاي. أيوة. إذن قبول الفشل يمكن أسر. لأنه هو جزء من الحياة وجزء الوصول للنجاح. نتمنى أن الجميع بالنهاية جيهان الاستمتاع بأجواء كأس العالم وبالمونديال. من دون أي عنف. وتقبل النتائج مهما كانت بروح رياضية. نشكر وجودك معنا دكتورة جيهان. مرابطة مختصة في علم النفس السريري والإرشاد النفسي بجامعة أميتي في دبي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك.